مداخلة الأستاذة محاسن الدعدي هي مشرفة برنامج رحلة بئر السماء أهلاً وسهلاً ومرحباً يا أستاذة ألو أيو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك أستاذة محاسن الحمد لله بغير أهلاً وسهلاً رحب فيك في برنامج مركاز الدار وسعيدين جداً بتداخلك معنا اليوم الله يرزاكم خير ولي الشرف صراحة في المداخلة في مثل هذه البرامج الله أعطيك العافية طبعاً أنتوا عملتوا أول رحلة نسائية سياحية بمكة صحيح؟ صحيح كانت أول رحلة هي بئر السماء بئر السماء أي هذا كان من سماها وأطلقنا البرنامج الحمد لله قبل يومين الرحلة كانت فيها يعني شياء جميلة زيارة الحرام وقوف أمام الكعبة مرور بجسر الصفا والحديث عن قصة زمزم يا سلام والسيدة هاجر وإبناء إسماعيل عليهم السلام والحديث عن دعوة إبراهيم المعروفة التي يتنعم بها المكة والوافقين إليها إلى يومنا هذا أنتقلنا بعدها في ساحة الخليل وكان الإخطاف في ذلك المنطقة يعني أيضاً كان عندنا أشياء بسيطة سويناها وكان لها أثر وطابع جميل علينا كمرشدات وعلى اللي كانوا معنا في رحلة زيادات نسر وحب الحمام هذه زيادات سوينا فيها يعني أشياء لمسات بسيطة لكن كانت جميلة سوينا علب لزمزم وكتبنا كده أسوي من أحد من بئر السماء شي جميل وأثاور كانت كلها من شغل المرشدات يعني كله كان من داخل السركة يعني أشياء يدوية وسويناها إحنا بأنفسنا طيب يا ستاذة محاسن هذه الرحلة أنتوا تستهدفوا مين فيها إحنا طبعاً نستهدف الآن في الفترة حالية سكان مكة المكرمة وإن شاء الله الواقفين من هم السجاج والمؤسمرين وإن شاء الله في المستقبل قريب تنفيذ رحلات متخصصة يعني في معالم وأثار تاريخ البلد الأمين للمساهمة في إطراء تجربة الضيوف الرحمن المعرفية والروحية اللي هو الهدف الثالث من هتف برنامج خدمة الضيوف الرحمن يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومرتبطة بمجال عملنا يا سلام يا سلام شيء رائع جداً حقيقة ليش سميتوا الرحلة بير السماوة؟ وش المغزى من هذا الاسم؟ المسمى ما كان يعني ما هو خطير عبر يعني لأنه البئر اللي حفر بعقب ملك يعني كان بعقب ملك حفر هذا البئر لما استنجدت هاجر عليه السلام أو لما كانت سبحة عن الماء والربيح حولها يعني حفر هذا البئر بعقب ملك من السماوة يا سلام فلذلك اخترنا هذا الاسم ومن باب التشويق أيضاً إنه مسمى يعني إيش هو بئر السماوة طيب أستاذة محاسن دي حين اللي يبغي يشترك في هذه الرحلة كيف الطريقة؟ طبعاً بالنسبة عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي عندكم حسابات يعني أيوة فقط البحث باسم شركة هاجر المكية في تويتر سناب إنستجرام وفي أيضاً عندنا رقم مع الواتس أب للإستفارات أكثر صفر خمسة صفر سبعة سبعة واحد سبعة صفر صفر ثمانية يا سلام يا سلام عندنا في شركة قدمنا لهم ورش عمل وإطراء ثقافي معرفي وزوانب نفسية وزوانب مهارية وورش في التخطيط وكان عندنا ما شاء الله خمسة فرق عمل فريق إداري وفريق بحث علمي وفريق مرشدات يعني الآن إحنا نعمل إن شاء الله على ضار الرخص لهم إيه فمروا الحمد لله بفترة تدريد من ثلاثة أشهر إلى سبتة أشهر إيه وخططنا لهذا المشروع وهذا البرامج الثلاث الآن عندنا إحنا ثلاث برامج البرنامج الأول اللي يطلق يوم الثلاثاء بئر السماء والبرنامج القادم بإذننا في السبوع القادم رحلة حصار حلو والبرنامج اللي بعده حيكون بإذن الله عن زبيدة طبعا بس أعطيكم نفذة كده عن رحلة حصار ففضل الإعلانها إن شاء الله منذك هذه اليومين نتعرف بها على قصة حصار من أرض الواقع ونفذات هذه الحصار بالشعائف وزيارة أيضا لمسجد البيعة ومشاهدة المثائق التاريخية غير أنه أيضا هذا المسجد لا زال يحتفظ بشكل الأثر القديم طبعا فيها بعض المفاجآت إن شاء الله يعرفونها من خلال الرحلة بإذن الله طيب بما أنك أنت قلت مفاجآت ودخلت معنا في برنامج مركاز الدارة على قناة المجد هل فيه إمكانية ممكن تقدموا مفاجآت أيضا لمتابعين اللي قاعدين يسمعونا الآن ويشاهدونا والله ليس لا ممكن يعني يستاهلون يعني إننا نقدم لهم بس ما أعرف بش نوع المفاجآت اللي تناسب المشاهدين الآن يعني ممكن رحلات تقام شراكة مع قناة المجد طيب إحنا ممكن ممكن نسوي حركة معاكم يعني خلينا نقول مثلا أول اثنين أول ثلاثة يجو على حسابكم من عندنا يكون لهم مثلا شيء يعني من عندكم ما بحدد الحاجة اللي ممكن أنتوا تقدموها لهم ما رأيك طيب أنا أنا بدل ما أقول خصم ولا أقول كيفا أنا أقول لهم ثلاث مقاعد هدية لأول ثلاث مشتركين يا سلام ممتاز في برنامج رحلة حفا يا سلام يا سلام وهذه دعوة للمتابعين أول ثلاثة يروحوا لحسابهم حيكون لهم ثلاث مقاعد مجانية صحيح حيح طيب الله أعطيك العافية سعيدين جدا بهذا المداخلة وأناستينا وشرفتين وشكرا على هذا المجهود الرائع اللي قاعدين تساوه فريق عمل رائع جدا حاجة الحقيقة كلنا نفخر بها خصوصا لما نشوف السيدات اللي يقدموا للمجتمع الكثير والكثير والمبادرات الرائعة نحن هدفنا ومرتكزنا في شركة الإسهام في تكوين وتمكين المرأة المكية يا سلام المشاركة الفاعلة وتمثيل سيدة مكة الأولى هاشر عليه السلام ويعني حسن تمثيل للمرأة المكية في المكان اللي يستحق أن تقس فيه صحيح صحيح يعني تستطيع فيه حدم الضيوف الرحمن على أمس الوجه صادقة صادقة فعلا هي مملكتنا الحبيبة فيها الكثير من الرائعات والمبدعات اللي زيكم اللي نفتخر فيهم الحقيقة نشد على يدكم وسعيدين جدا بكم حقيقة ونحن تحت أمركم فأي حاجة ممكن نحن حتى نقدر نقدمها لكم سواء في المجال الإعلامي أو في مجالات أخرى ويعطيك العافية للرحلة القادمة يعني طيب الله يعطيك العافية شكرا شكرا لك يا دكتور يعطيك العافية وإن شاء الله يعني هذه أول مداخلة معاك يا دكتور محاسن إن شاء الله حيكون في عندنا مداخلات في مناسبات أخرى وإنجازات أيضا تقدموها شكرا لك